أصفر حادث دهس في فينة أوتاكرينغ مساء أمس الأربعاء عن إصابة خمسة أشخاص ثلاثة منهم بجروح خطيرة حيث فقد سائق السيارة السيطرة عليها أثناء مناورة وأدى انحراف سيارة بيم في واستضامها بالرصيف بصدم عددا من الأشخاص كانوا مجتمعين أمام مطعم وأفادت خدمة الإسعاف في فينة بإصابة خمسة ريال ثلاثة منهم بجروح خطيرة واثنان بجروح طفيفة تتراوح أعمار المصابين بين 24 و 48 عاما وتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة بعد تقديم الإسعافات الأولية حيث يرتبى في إصابتهم بكسور متعددة ووجهت الشرطة إلى الصائق تهمة الحاق الأذى الجسدي بالإهمال